السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم على بركة الله سنقدم لكم فيديو مترجم الوصفة عبارة عن وصفة البطاطس في الفرن بطريقة جديدة وحشوة رائعة نتمنى ان نتابعوا الفيديو حتى النهاية باش شوفوا المكونات وطريقة التحضير بالنسبة للمكونات سنحتاجوا على بركة الله سبعة الحبات من البطاطس بطاطس متوسطة سنقوم بشر البطاطس سنضع البطاطس المبشورة في قطعة من التوب سنقوم بعصر البطاطس بحيث نتخلص من الماء الزائد الموجود في البطاطس بعد ان نعصر البطاطس نضعها في واحد الإناء نضيف لها جوج الحبات من البيض نضيف كذلك 60 جرام من البرموزان نضيف القليل من الملح وقليل من الفلفل الأسود نخلط المكونات مع بعض نضيف لكي نحضر الحشوة نضيف جوج الملاعق الزائد في مقلات بصلة صغيرة جوج الفصوص من التوم ونضيف اللحمة المفرومة تقريبا ما يعادي الوحد 500 جرام من اللحمة المفرومة نضيف الملح ونضيف الفلفل الأسود ونضيف السبانخ نضيف الخليط على نار متوسطة لحد ما ينضج نضيف الخليط من النار نضيف ملح ونضيف نضيف بلاستيك الغذائي ونضيف كمية من البطاطس ونشكلها بالشكل الموضح على الشاشة حيث نشكل الحفرة في الوسط نضيف الجبن ونضيف اللحمة المفرومة مع السبانخ نضيف الجبن ونضيف البلاستيك الغذائي على الشكل الموضح قدمكم نضيف كرة نضيف الفران نضيف الفران نضيف حرارة حرارة 190 درجة لمدة 35 دقيقة بعد ما تحمروا الكريات نخرجهم من الفرن ونقدموهم بصحة والرحة نتمنى أن الفكرة قد نل إعجاب لكم شكرا لكم وشكرا أهلا متابعتكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم